من اليوم السابع الخبر بيقول وزيرة الصحة تؤكد خلوة العائدين من الصين من كورونا قبل فض معسكر مطروح مبارح طبعا وسائل الإعلام كلها تبعت فض معسكر مطروح اللي كان فيه عدد كبير من إخواتنا الجايم من الصين وشفنا الفيديوهات اللي بتوضح أنه يعني منتهى الأمان للناس اللي خرجوا من المعسكر المعسكر شايفي زي حرك هذه الحالة الجميلة اللي عملتها مصر باحتضان أبنائها والسعي وراهم إلى الصين جيبهم لمصر وكمان تتأكد من خلوههم هو بالفعل بس قبل أن نبدأ لابد أن نصحح لليوم السابع هو ليس معسكر يعني مش عايزين نختزل ما حدث في أنه معسكر ما حدث أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا يعني عكفت على أن تعد منتجع سياحي طبي في مارسة مطروح للعائدين من وهان بالصين منتجع سياحي طبي على أعلى مستوى مجهز يشرف عليه بتكليف من السيد الرئيس وزيرة الصحة شخصيا هي التي كانت تشرف على هذا المنتجع جميع الوسائل الطرفيهية والوسائل الحياتية وكافة الأمور التي يحتاج إليها المواطن المصري كانت مكفولة للمواطن المصري في سابقة لم تحدث في مصر من قبل المواطنين المصريين تعرضوا لأزمات كثيرة في الخارج تعرضوا لأمور أكثر من ذلك ولم تكن تتحرك الدولة المصرية نحن نشهد الآن سياسة جديدة تجاه المواطن المصري من الدولة المصرية من القيادة السياسية نشهد الآن تطور غير طبيعي في العلاقة ما بين المواطن المصري وما بين النظام في مصر السياسي ما بين الرئيس المواطن المصري أصبح يتأكد ويعلم ويصد جيدا أن هناك رئيس قوي للدولة المصرية أن هناك رئيس يسعى من أجل الحفاظ على مصالحه أن هناك رئيس لن يترك المواطن المصري حتى ولو كان خارج الحدود المصرية أيما يكون الأمر وهذا الأمر يعيدنا إلى الزاكرة منذ أن تولى الرئيس السيسي وقام بأخذ حق الصقر للمصريين في ليبيا الذين نكّل بهم وقتلوا في ليبيا على أيدي هؤلاء الأوغاد في ليبيا الرئيس السيسي جعل الدولة المصرية جميعها تنطفد للقيام للصقر للمصريين الذين قتلوا في ليبيا فهي سياسة ينتهجها الرئيس من عن قناعة من قناعة داخلية هي بتنشر كمان حالة نفسية جيدة عند المواطن المصري أنا مهم بالفعل المواطن المصري فيما سبق قبل أن يبدأ الرئيس عفتاح السيسي في تشكيل الدولة المصرية الحديثة الجديدة التي تنتهج فكر بناء الإنسان المصري في المقام الأول الحفاظ على الإنسان المصري في المقام الأول الرئيس يؤكد نحن نعمل من أجل من؟ نعمل من أجل المواطن المصري من أجل صالح المواطن المصري فكيف نترك أبناء مصر في الخارج يتعرضون لمثل هذه الأزمات وهذه الكوارث دون أن تتدخل القيادة السياسية هو لا يقبل ذلك بتاتا ويسعى لصالح المواطن المصري وهدفه المواطن المصري في المقام الأول فلذلك أنا لا أريد أن نخدازل الأمر في عنوان أنه معسكر لا بالعكس ده الدولة قامت بصرف التكاليف باهزة جدا لرعاية هؤلاء المصريين لتوفير منتجع صحي طبي لهم يليق بالمواطن المصري أكيدا لكلام حركة إحنا زعنا فيلم أمبارح كان جاي من مزارة الصحة بيؤكد فعلا فكرة حتى الرفاهية للأطفال كمان اللي كانوا موجودين في كل الألعاب بالفعل هو إحنا محتاجين إحنا ننقل حتى الحقيقة لا نقلل من الأمور التي تقوم بها الدولة